اختم مع هذا الخبر سريعاً وعذراً على التطوير مهندس في جوجل يقاطع مدير فرع الشركة في إسرائيل خلال مؤتمر إسرائيل التكنولوجيا اللي تستضيفه نيويورك ويعلن رفض التورد في مشروع نيمبوس الذي يزود جيش الاحتلال بخدمات لمراقبة الفلسطينيين وملاحقتهم ما زالت الموضوع ما زالت عدد من الناس تتفاعل مع الموضوع بشكل كبير في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا في بريطانيا في كل دول هناك تفاعل كبير من عدد من الأشخاص التي لا زالت تحق يعني خلينا نقولوا احنا ما زالت مأمنة بإنسانيتها وتحاول الدفاع عن غزة وعن ما يحصل في غزة وعن كل الفلسطينيين دائماً نشكر هالناس اللي ما زالوا موجودين على أقل تبقى صورة فلسطين تصل للجميع وتبقى القضية الفلسطينية حاضرة هذا ما يجب أن يلقى الضوء عليه بالحقيقة بشكل كبير جداً